هذا سيد هذا عينوه ثلثة شهر مقبل في الرئاسة الأخوة لم قلوشت السيد الرئيس قلوه أوه هكذا قلوه أوه قلوه أنا أنا معك هنا أنا مستشار بتاعك الإعلامي دير له الرئيس قالوا أنا نظل نحوس عليك قالوا نبعثوا بتبرقية تهنئة وجينا برقية تهنئة وما تطلعش في الصحافة تعرف واحدة المهم أنا شفت مستوى آه شفت دمبري حط راسه دمبري الله يعرحمه سكين حط راسه المهم كتبت مقال بعدها لماذا ضاع بلدي فكتبت القصة هذه الحادثة وبعدين قلت بقي شيء وحيد ولغز وحيد لم أتمكن من الحصول على استفسار له وهو بماذا أفسر خجل وزير الخارجية الجزائي محمد صالح دمري هل لكون أن الرئيس لم يكن يعرف من هو مستشار الإعلامي بعد ثلاثة أشهر أم لكوني أن الرئيس هو خالو خالوة أم لكون رئيس